لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بلا شك أن الفطرة أي منذ فيفري 2019 إلى غاية 23 ديسمبر 2019 كانت مرحلة القايد صالح بامتياز ويجب أن نؤكد على نقطة هامة ويفهمها الجزائريين مليح مليح أن نحن لا نقدس القايد صالح ولا لنزهه ولا نضعه في مقام الصالحين والصدقين وأولياء الله هذه مفروغ منا كنا ننتقد عندما كان في فطرة معينة قوة تضاف إلى نظام بوتفليقة بغض النظر عن أسباب المبررات التي كان يقدمها الجيش في ذلك الوقت إلا أنه كنا في ذلك الوقت ننتقده لأن الجيش في ذلك الوقت كان يحمي عصابهم لكن عندما خرج الجزائريون إلى الشارع كايد صالح جمع الشعب والمؤسسة انحازت إلى الشعب والمؤسسة كانت هي القوة التي قهرت عصابة بوتفليقة وتحديداً القايد صالح في ذلك الوقت لو كان هناك قايد واحد آخر للأركان وكان يقود في الجيش لكان للمؤسسة العسكرية موقفه آخر حتى يوم 22 فيفري 2019 الجزائريون خرجوا على حذر كانوا يتوقعوا أنهم يتعرضوا للقمع خاصة بأنهم من قبل تعرضوا إلى قمع من الأجهزة الأمنية كانوا يتوقعوا أنهم يتعرضوا إلى قمع كبير لذلك خرجت مجموعات وعلى حذر شديد ولكن عندما لم يحدث شيء والجيش وضع الأجهزة الأمنية عند حدها اندفع كل الجزائريون إلى الشوارع هذا شيء جيد كنا نشك بصراحة بسبب المعطيات القائمة كنا نشك بأن القايد صالح يريد أن يستحوذ على الحكم وكان هناك أطراف كبيرة رح يقولوا بأن المؤسسة العسكرية أن القايد صالح ربما يكون هو الرئيس الذي يخلف بوتفريق لكن جاءت انتخابات 12-12 ديسمبر ولم يترى الشحل القايد صالح بقي في دوره إلى 12-12 آخر ظهور كان له يوم 19 ديسمبر ديسمبر 2019 لما أدى عبد المجيد تبون القسم الرئاسي ويوم 23 ديسمبر أعلن عن وفاة الفريق أحمد كايد صالح تصني أنا ما كنت هناك في الجزائر ولكن الرسائل الكثيرة التي وصلتني من الجزائريين وبينهم من يعارضون النظام برمته يقولوا بأنه في ذلك الوقت بقدر أنهم كانوا يختلفوا مع القايد صالح في بعض الأمور إلا أنه شكل لهم صمام أمام فكانوا كل نهار الثلاث يستنوه ويقول القايد صالح بعد ما يتكلم يخرجوا يصير حديث القايد صالح حديث العام والخاص في ذلك الوقت كان الجزائريون يعتقدوا بأنه يؤمنوا بأن القايد صالح كان عبارة عن خيمة كبيرة يحمي البلد لأنه لا يمكن أبدا أنه عندما يخرج الشعب إلى الشارع ولما تكون هناك جهة معينة تحميه وتؤثره راح تصل الأمور إلى الانفلات نعم تصل الأمور إلى الانفلات لأنه كل الناس في الشارع مش هم على نبض رجل واحد كلهم مش هم مرجعية فكرية واحدة كلهم قادر يكون بينهم المخترقين اللي راح يقوموا وشفناهم في مظاهرات في كثير من الدول طبع في وسطهم جهات تدفع هذه المظاهرات إلى العنف مع الأجهزة بعد ذلك الأجهزة تتدخل وهي أصل العناصر اللي مارست العنف في الصف الشعبي هي تابعة للأجهزة لكن هذا لم يحدث الجزائر لذلك كانت المظاهرات سلمية بمعنى الكلمة لا نريد أن نخوض في التاريخ لأنه الآن هذا كل يعرفوه الجزائريين لكن السؤال ما الذي تحقق على مدار عام من حكم تبون وعلى مدار عام من وفاة القائزة هذا المستوى يجب أن ننظر إلى الكأس بجهته الفارغة والمملوعة حتى نكونوا واقعيين وموضوعيين تحقق شيء أن الجزائر قاعدة عندها رئيس رئيس جمهورية لأنه لو لم يكن لديها رئيس ربما الأمور غير التي نراها جاءت جائحة كورونا وجود رئيس دولة شيء جيد هذه النقطة الإيجابية هذه النقطة الإيجابية الأولى النقطة الإيجابية الثانية أن الأمور لم تنفلت ولم يحدث صراع لم يحدث صراع في الشرع غالبا أن المظاهرات الشعبية عندما تخرج تستمر إلى فطرة معينة سلميا وبعد ذلك تنفلت الأمور هذا الشيء الإيجابي أن الأمور لم تنفل الشيء الآخر أن الجزائر واجهت تحدي كبير يتمثل في وباء كورونا هذا الوباء العالمي الذي زلزل اقتصاديات الدول لكن الجزائر في هذه المرحلة تخيلوا بقيت على تلك الأوضاع بقيت على تلك الأوضاع ما تقول لي أنه من المفروض تكون أفضل ممكن تكون أفضل وممكن تكون أسوأ القضية مفتوحة على كل الإحتمالات والدول لا تسير بمنطق أنها تكون مفتوحة على كل الإحتمالات بل تكون دقيقة في كثير من الأمور ولا يجب أن تحسب كل الحسابات إلى خطواتها وسيرتها وسيرها نحو مستقبلا لذلك لا يمكن أبدا أن نخضع الأمور إلى منطق المغامرة لو أردنا أن نحصل إيجابيات سنجدها قليلة حقيقة وجود استقرار إلى حد ما شيء إيجابي وأنا أجزم لكم أنه لولا وباء كورونا ليس من السهل أن يستقر الشارع إذن أن كورونا لعبت دور في تهديئة الشارع ناس صارت تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالصحة وتتعلق بالعلاج وتتعلق بأشياء كثيرة لذلك هدأ الشارع إلى حد ما وهذا وجدته السلطة فرصة بدل أن السلطة تستغل هذه الفرصة لتستعيد الثقة لأن الشارع الجزائري في أغلبيته الساحقة لا يثق في السلطة حتى قبوله بتبون شفنا الانتخابات أنها كانت ضعيفة انتخابات رئاسية لكن الشرعية التي أخذها تبون هي شرعية القيد صالح الناس الذين راحوا لسندق الاقتراع وفبطاو استجابوا إلى العهود والوعود التي أطلقها القيد صالح والتي تعني لهم وعود المؤسسة العسكري هذه هي الإشكالية فيه لكن الذي حدث أن السلطة استغلت هذا الأمر ليس من أجل استعادة ثقة المواطنين بل من أجل تمرير مشاريع أديولوجية مشاريع معينة واضحة في الدستور يبين ذلك أمر آخر أن العصابة لم تسقط العصابة أسقطت القيد صالح بتلك الطريقة التي تبقى عليها علامة استفهام لكن الذي حدث أن العصابة لم تسقط بل استغلت وضع كورونا وراحت تستعيد أنفاسها لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر